رغم بعدها عن العاصمة الجزائر بأزيد من 1700 كم إلا أن هذا لم يشكل عائقاً أمام تندوف لتسبل نفسها وأولادها للثورة التحريرية المجيدة هذه الولاية الواقعة في الجنوب الغربي للبلاد كانت السبقة في النضال التحررية فهي لم تشهد ثورة مسلحة إلا بعض المعارك لكن أول خلية سياسية بشرة النشاط كانت العام 47 تسعمائة وألف تحت اسم حركة انتصار الحريات الديمقراطية رغم البعض ورغم السياسة كانت أول خلية سياسية في تندوف من نفسها 46 حركة انتصار الحريات الديمقراطية من صار الحاج وفي كل عام من الثامن عشر من فبري تحيي الجزائر ذكر يوم الشهيد تذكيرا بالتضحيات الكبيرة لرجال الجزائر الذين هدرت دماؤهم دفاعا عن الوطن من الاحتلال الفرنسي الغشم وتحتفل تندوف كسائر الولايات بهذا اليوم بذكر شهدائها الاثنى عشر الذين سقطوا في أشهر معركة بالمنطقة وهي معركة مركالة تحسي ولاية تندوف 12 شهيدا منهم 11 شهيدا سقطوا في معركة مركالة على بعد 90 كم معركة شهيرة من ولاية تندوف وواحد من الشهداء سقط بمدينة عين الصفرة بولاية النعمة ونحن اليوم نحيي ذكرها ونحتفل بها كسائر ولايات الوطن هذا وقمت جمعية مشعل الشهيد بتكريم عائلات الشهداء بولاية تندوف موزعة مجموعة من الجوائز والشهادات عرفانا بتضحياتهم